قانون التصالح في مخالفات البناء كل يوم فيه جديد ويوم بعد يوم بيطلع مسؤول من الحكومة بمعلومة جديدة سواء معلومة سعيدة أو محزنة لمخالفين ومتصالحين ولكن النهاردة هنتكلم عن معلومات جديدة وتعتبر وشة صارة لمتصالحين في مخالفات البناء تابعونا بتنسوش طبعا لو أول مرة تشوفونا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد في البداية لازم نفكر الناس أن الحكومة المصرية قدمت العديد من التسهيلات علشان تشجع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء والتسهيلات دي زي تخفيض المقابل المادي للتصالح لما أعلن رئيس الوزراء في سبتمبر الماضي أنه هيتم خصم 25% من قيمة التصالح في حال سداد قيمة التصالح بالكامل وكمان مدت فترة تلاقي طلبات التصالح لحد مارس 2021 الدكتور خالد آسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية قال إن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف لوجود كل محققية للصورة العقارية في المحافظات وقال إن لما يملك كل مواطن ترخيص للعقار ده يمكنه مستقبلاً من الاستفادة من الخدمات المختلفة منها الصرف الصحي والمياه والكهرباء وقال كمان إن كل هذه الخدمات هتدخل للعقارات دي وقال كمان إن بعض الوحدات السكنية أو الشوق السكنية مفيهاش عددات كهرباء أو مياه وكل ما لديها هو فقط عداد الممارسة ووضح بقى إن لما بيحصل التصالح بيستطيع المواطن إن يركب العداد في المبنى وبكده بتكون الأمور مقننة وبيحصل على رقم قومي للعقار اللي بيمتلكه وكمان بقى وضح المتحدث باسم وزارة التنمية إن الرقم القومي للعقار هيخلي المواطن يحصل على قرد من البنك لإن الأمور أصبحت مقننة وقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم واحد لسنة 2020 كشف إن لا يجوز إصدار قرار كبور التصالح إلا بعد سادات مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كل الأقصاد بحسب الأحوال وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقاً للقوانين كمان لا يجوز صدور القرار بكبور التصالح دون تحصيل أي مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقاً للقوانين واللواقع الأخرى السارية وكمان القانون قال إن في حالة رفض طلب التصالح يمكن لصاحب الشأن التظلم خلال 30 يوم من تاريخ اختاره برفض الطلب مجلس الوزراء قدم عدد من التسهيلات للمواطنين من أجل تشجيعهم على تقديم أوراقهم للتصالح في مخالفات بنائهم زي تقصيد أموال التصالح على ثلاث أقصاد وقانون التصالح في مخالفات البناء رقم واحد لسنة 2020 قال إن في حالة التأخر عن سادات أي قصة من الأقصاد في موعدة استحقاقه يتحمد صاحب الشأن الغرام التأخير تعادل سعر الاقتمان والخصم والخصم المعلن من البنك المركزي منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السادات والحكومة حددت شروط رئيسية لإجراء التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية والشروط دي هي واحد بيتم تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع للوحدة المخالفة اثنين سادات كلمة رسوم الفحص وهي بتختلف من مكان للتاني تلاتة بيتم بعدها دراسة الطلبات لإصدار قرار أربعة في حالة قبول طلب التصالح بيتم دفع مقابل التصالح وبيتم تحديد سعره حسب المنطقة وسعر المتر فيها والتأكد من طلق كامل الوجهات خمسة دفع قيمة التصالح واللي بتبدأ من خمسين جنيه للمتر وصولا لألفين جنيه للمتر وفقا لما تحدده لجنة التصالح ستة بيحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوة متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها سبعة بيكون صاحب العقار باستفاق حافظة المستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى ثم بيصدر قرار الكبول أو الرفض في التصالح وفي حالة التصالح بيتم سدات القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي تمانيع يمكن للمتصالح تقسيد قيمة التصالح على ثلاث سنوات ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية تسعة وهي الخطوة الأخيرة هي سدات قيمة التصالح في المخالفات في حالة قبول الطلب وبيحصل منها مقدم الطلب على قرار نهائي تسوية المخالفات